نحن لدينا طبيعة لا نريد كثيرا أن نظهر أن الحركة موجودة في كل مكان وأشخاصها موجودون في كل مكان وهناك نوع من التغطية على ما يقوم بالآخرين وأن نعلق على كل شيء نحن نريد أن نترك للآخرين أن يبدوا رأيا نحن نؤمن بالرأي الآخر نؤمن بالرأي المعارض والرأي المخالف والرأي المساند ونؤمن بكل هذه الأرى لكن لديها ثلاث ملاحظات على هذا الموضوع وكما هذه أول مرة تحدثت على هذا الموضوع على موضوع كريم مولاي الملاحظة الأولى نحن لم نكن مع كريم مولاي فهو جاء الرجل قدم شهادات وقال أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لفترة كذا بل أنه عندما التقاني أول مرة جاء لكي يخترق الحركة وهو اعترف بذلك وفي ثاني لقاء قلت له ذلك واعترف وقال نعم بتعثوني لذلك واعترف بأشياء كثيرة وأعطاني الملف وقال أعطيك الملف لكن من فضلك لا تخرجه إلا بموافقتي وظل الملف الذي أخرجناه قبل بضعة أشهر عندي لأنني أعطيت كلمة بالرغم أنه كان يزلزل النظام وبالرغم أنه كان في حقائق كثيرة كما ذكره هو فيما بعد ولكن من الرجال الذين عنده أعطوا كلمة فإن رموس على الرقبة أسهل لي من أن أخالف كلمتي ولم نخرج الموضوع إلا بموافقته وبعد تغيير بعض الأشياء فيها في الشهادة ثم خرج هو للإعلان وقال نعم أنا من كتبت هذا الكلام وأنا من كتبت هذا الكلام الأمر الآخر فيما يخص شهادة كريمولاي نحن لا نقول أن كل ما جاء في شهادة صحيح لكن نقول لمن يعتقد أنه غير صحيح فليقدم الدليل فليعترض على ذلك الرجل يقول أني مستعد أن أحاكم أنا مستعد أن يتتم محاكمتي أنا مستعد أن أذهب إلى قضاء حر ماذا يريدون أكثر من ذلك الرجل يقول أنه أنا عميل أنا مجرم لقد أجرمت لقد فعلت لقد فعلت ولا هو مستعد أن أحاكم الذين وهذا هو ملاحظة الثالثة الذين يشكي يكون في هذه الشهادة ثلاثة أصناف صنف بالنسبة له المفاجأة كبيرة جدا إلى درجة أنه لا يصدق هو يبحث عن تصديق ويريد أن يصدق لكنها من شدة وهلع المفاجأة مما استمع مجازر قتل اغتيالات ذبح نهب كذا 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 لم يستطيع عقله لم يستوعب وأنا أتفاهم ذلك صنف الثاني لا يسعه ولا يريد للآخرين أن يقولوا كلمة الحق بالنسبة لي كلمة الحق تأتي من عنده ولا ما تجيش بعد الطوفان بلا به الأرض ما تدورش ولا الشمس ما تطلعش هو يمتلك الحقيقة ويهتكر الحقيقة ولم يناقشه كلمة لي فيما قال وإنما جاو يناقشه هو كشخص في شخصيته يو رجل يقول لكم أنا عميل أنا مجرم أنا خاين أنا قذر واش تقدروا تزيدوا على وجه الكلام ومع ذلك جاو يقولوا لو كان وما يعرش فلان ويعرف فلان وهذا كذاب وهذا كذا طيب نقشوا النقاط اللي قالها هو جاب وقع جاب أحداث جاب أسماء جاب كذا نقشوا هذه الأشياء وصنف من السفهاء العملاء طبعا تحركهم الدياراس وبالتالي والدياراس اللي حدث لها زلزال شهادة كاريم مولاي عندهم ونحن نعرف أنهم ذهبوا لكثير من الناس وقالوا لهم ما تصدقوش وحاولوا بكل الطرق وعطوا تعليمات صارخة للجرائد معلومات دقيقة لدينا تعليمات صارخة لا يتحدثوا بحرف واحد وجريدة تكلمت عليهم يسحوا بهم الأرض من بعدين قال لهم من أعطاكم الحق تكلموا في هذا الموضوع ولذلك تشوف عشرات مما يسمى بالجرائد كما يسمى أحمد مطر بالمراحيض هذه لم تتحدث عليه ولو كلمة مما شهد مع أن الشهادة خطيرة جدا ومع أنهم أحيانا يأتون بأشياء لا معنى له ومع ذلك لم يتحدث ثم يقولون الصحافة المستقلة هناك صحفيين رجال في الجزائر شرفاء مخلصين وهناك شباب يحاول أن يقوم بالمهنة ولكن أصحاب الدكاكين أصحاب الصحافة مدراءها وأصحابها وممتلكيها هم جزء هذو كمثل السحارة تعفرعون بالرغم من السحارة تعفرعون تابع لهم ربي فيما بعد وأخلصوا هؤلاء أوسخ من أسيادهم وبالتالي وهم يحركون أيضا من يتحدث معهم ومن يمشي معهم وشفنا كثير منهم أصبحوا الآن مراسلين وأصبحوا الآن كتاب وهم لا يجدون ربما ثلاث جمل إذن باختصار بسيط حول هذا الموضوع نحن تركنا للناس نحن نقول نحن لسنا كريم لي نحن لا نقول أن كل ما قاله كريم لي صحيح لكن نقول لمن نعتقد أن أكثر ما قاله صحيح ونقول أن لمن يعتقد أو لمن يريد أن يشكك فليواجه الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة أنا حتى بعث لي واحد أنه رد عليه واحد فلما استمعت للرد لقيت لا معنى له لا قيمة له نهائيا نهائيا لأنه التشكيك لم يأتي في الأحداث والواقع بل بالعكس هذا اللي رد عليه أكد من حيث جايين في أكد أن المقاله كريم لي صحيح وأن الجزيرة تحكم عصابات باختصار بسيط ننتقل أخي محمد العربي إلى المحور الثاني والخاص بالدخول الاجتماعي في الدول المتقدمة الأمور تسير إلى الأمام عكس الدول المتخلفة ما هي قراءتكم للدخول الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالبحبوحة المالية التي تتمتع بها خزينة الدولة كثيرين مما يعلقوا على الموضوع يقولوا لا نفهم أن دولة بهذه الغنى وبما فيها من خزينها يعني فيه مئتين مليون مليار هم يتحدثون على مئة وخمسين هناك خمسين مليار في الغالب يتحدثون عليها موجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثة وربعين مليار بالضبط يقولون أن بهذه الأموال يعني هناك شعوب أخرى مش بهذه الأموال ليس لها أموال أصلا ومع ذلك خرجت وبنت معجزات وهناك شعوب أخرى بأقل بالكثير من هذه الأموال والمداخل وهي طبعا مداخل البترولية كما تعلم 99% من مداخل الجزائرية من مداخل البترول وبنت دول وأنتجت هذا ينم على عجز كامل على عجز في الفكر عجز في التفكير كل ما هناك أن هذه الأموال تنهى ويوميا حتى صحافتهم ودكاكينهم تعلن عن ذلك وما لا يعلنون عنه طبعا هم بكثير خاصة لمس كبار القوم نحن نعرف كثير من هذه القضايا وإن كنا لا نعرف كلها الدخول الاجتماعي هناك شعب يتخبط شعب سجين كيفاش يعقل أنه هناك أطفال الآن ميروحوش المدارس لأنه حتى هذه المحفظة اللي بشي عطوها لهم نهبوها يعني في وسطاء وفيه نهبو لهم المحافظ معطولهمش في فقراء في هذه في رمضان معطولهمش القفة وفي خلشلة اضطرت الناس أن تهجم على وين موجودة ما يسمى قفة رمضان وهي إيهانة وإذلال الشعب الجزائري ولأنه الوسطاء يخذ في الأشياء هذه وهناك اعتراف آخر قالوا أنه 70% من أطفال الجزائري يستحقون المحفظة بمعنى أن الحكومة عن طريق ما يسمى وزارة تربية اعترفت أن 70% من شعب الجزائري من أسر الشعب الجزائري هي أسر فقيرة بالرغم أنه من قبل كان يقول 5% اللي هي مش موجودة حتى في السويد ولا في سويسرا من الفقراء إذن يعترفون أن هناك ما يقارب من 70% يستحقون هذه المحفظة ومع ذلك لا يعطونها لكثير منه واللي يعطوها لهم ناقصة أو يعطوها لهم يخذونهم منهم سرقين وطبعا السرقين موجودين في طول الخط إذا كان كبير القوم يسرق بالملايين الدولارات إذا كان الجماعة تأسون أطراق هم يعترفوا بأن السرقة تجاوزت المليار دولار فيها ثم يطلقون الوزير هذا يروح راه موجود الآن في أمريكا وما بين أمريكا وفرنسا قاعد يتجول وغير إذا كان إذا كان طبعا اللي بعدهم يسرق واللي بعدهم يسرق وكل واحد يدوف يجيب الآخر إلا من رحمه ربك ولكن الأغلبية عاني أنا أتحدث طبعا على ما يسمى بالمسعولين وليس الشعب المسكين الأغلبية عاني هم مرة أخرى يقولوا ما كانش حل ما كانش تغيير لهذا النظام فالناس وش تعمل هكتشوف المظاهرات فقط أول أمس القصبة معركة حقيقية في القصبة بين ما يسمى برجال الشرطة والشعب المسكين علاش لأنه باختصار بسيط ما خلهم شي يبيعوا في الطرقات نعم من حيث المبدأ الناس ما تبيعش طرقات من حيث المبدأ الناس ما تخش هناك أمعاكن وانتباع الأشياء هناك ترجار هناك كذا لكن اللي ما يلقاش الخبز اللي عنده الحق باش يسرق مش باش يبيع في الشارع اللي ما يلقاش باش يوكل ولادي ولا باش هو يأكل ولا باش هو يشرب راهو من حقه شرعا ولا يلقام عليه حد هذا إذا كان نفكر في الشارع طبعا فما بالك أنه يروح مسكين واحد يبيع لبسة قديمة واحد يبيع حويجو واحد يبيع من يشعال في يشري ما حاجة مننا ويبيعها مننا إلى آخر الدخول الاجتماعي سيكون ساخن بكل طرقات طبعا أيضا عن طريق ما يسمى بالباكالوريا السياسية اللي داروها العام الماضي بحيث اعطوا الباكالوريا الأكثر من 50 ولا 60% من الناس والآن المشحني القواماك في الجامعات والشباب يريد أن ندخل الجامعات لأنه لا يوجد عمل الآن الأعمال اللي يفاتحينها في أفضل الحالات هو إلا صح لك بوليسي ولا صح لك جدارمي ولا باش تذهب عسكري طبعا هناك مناصب هناك أماكن لكن هذه مخصصة المعارف والوسطة وكذا إلى آخره لكن أغلبية الشباب لا يجد وباعترافهم هم واعتراف الجهات الأجنبية الوكالات الدولية 75% من يقل 75% من الجزارين التي تقل عمارة 30 سنة لا يجدون عمل 3-4 شباب لا يجدون عمل سيكون دخول ساخن لكن دائما نعود لابد من قوة تنظم هذه القدرة على الحركة وعلى التحرك وعلى الرفض لأنه راهي وصلت للأعظم راهي كي الناس والله ماتت من الجوع مش مجازا ماتوا حقا ونشرت بعض جرائدهم ذلك وذكروننا ناس ليعرفوهم ذلك كي الناس يكلون مزابل مرات كي الناس يقولوا لي ليش تذكر في بعض القناوات قلت أن الجزارين يكون مزابل انغطوا راسنا انخبوا راسنا تحت الارد تكمل نعامة هذه حقيقة ترجمة نانسي قنقر حقيقة فيه ناس يكلون مزابل لا أقول أن الجزارين كلهم يكلون مزابل هناك من الجزارين من يملك الحمر نهبا وسرقة من يملك الملايير من بنوا القصور من أخذوا الأراضي من أخذوا لكن هذه القلة قليلة جدا بالمقارنة مع الأغلبية التي تعاني وضمن الأغلبية هناك طبقة مسحقة يعني هناك حوالي ما بين عشرة إلى عشرين في المئة مسحوقين صح كامل ليس فقراء مسحوقين الفقير هو الذي لا يجد قدس عام فإذا فيه هذا نحن نعرف أن الذي لا يجد القدعان أو كثر من خمسين فى الحالي وجزار لكن هناك ناس ليس لا يجد القدعان ليس يوم ليس يأكل إذن فسيكون ساخن الحمد لله أن فيه رجال داخل النقابات برغم أنهم يحاول تحطيمها وفيه رجال آخرين ونساء آخرين يتحركون وإن شاء الله يكون افتجاز صحيح أخي محمد العربي ننتقل إلى المحور الثالث وهو ما قبل الأخير حول القاعدة وإعلان الهدنة اجتمع يوم أمس الأحد 26 سبتمبر 2010 قادة أركان كل من مالي والنيجر وموريطانيا بيتامنراست لوضع خطة استراتيجية لمحاربة ما يسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي وتبادل المعلومات بشأن هذا الموضوع وكان من المفترض هو أن تحذر ليبيا وتونس والمغرب طالما أن ما يسمى بالقاعدة له طابع مغربي كيف تفسرون غياب أو امتناء دول المغرب العربي أو منع هذه الدول من حضور هذا الاجتماع وكيف تفسرون ظاهرة احتماء ما يسمى بالقاعدة في المغرب الإسلامي بالصحراء وكان من المفترض هو أن يحتمون بالجبال ويتقربون من الوديان لحماية أنفسهم من القصف والحر والعطش ترجمة نانسي قنقر